إعلان قائمة المنتخب العراقي الوطني الأولية بحراسة المرمى جلال حسن دولفان مهدي محمد حميد محمد صالح فهد طالب علياسين خط الدفاع أحمد إبراهيم علي فائز مناف يوني السعد ناطق ميثم جبار كرار عامر عباس قاسم رسلان حنون السلام عليكم شباب وياكم آنس أخبار المنتخب العراقي قبل ما تكمل الفيديو صلي على النبي محمد وهالي محمد سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد ضرغام إسماعيل حيدر أحمد مصطفى محمد جبر مهند إجعاز حسن راد حسين عمار خط الوسط محمد علي عبود أمجد عطوان سعد عبد الأمير أمير الإعماري زيدان إقبال حسين علي بشار أسل محمد قاسم يوسف فوزي محمد مزهر شيركو كريم حسين جبار حسن داخل حسن عبد الكريم قوقيا مراد محمد أمير صباح أحمد فرحان علي حسن جست ميرام إبراهيم بايش خط الهجوم أيمن حسين على عباس وكاء رمضان مهند عبد الرحيم هيد الحمادي زينر دفتهم سوى مرماجد وين أحمد ياسين وين إبراهيم بايش شكوسه بمو على اساس يعتذر يالله يسحبوه وهو أصلا ما قدمه أي اعتذار وضرغام إسماعيل همرجاع التي تفاجعون إذا بالأيام الجاية استدعى صفاء هاديهم أمطارق فرانس بطرس الظهير لأيمن ما مستدعيه طبعا بس خمس مقتربين فقط مع كتيبة عبدالغني شهد وهم كل من مهند جعاز وجست ميرام وأمير الإعماري وزيدان إقبال وعلي الحمادي فقط تم استبعاد الباقين فرانس بطرس وجلوان حمد وأسامة رشيد وأحمد ياسين وسومر ماجد تم إبعادهم لأسباب فنية حسب رؤية الجهاز التدريبي لمنتخبه هل أنتم مع إبعادهم أم لا؟ اكتبونا أراكم بالتعليقات